السلام عليكم أعزائي طلاب الصف السادس لابتدائي وأولياء الأمور النهاردة إن شاء الله هنشرح أهم البراكرافات عندك في الترمي الثاني 2023 ويتلاقي ملف في أول تعليق تقدر تحمله ترجع منه على أهم البراكرافات والإيميلات عندك في المنهج أول إيميل عندنا بيقول write an email to your friend Hany اكتب إيميل لصديقك Hany telling us about the school concert هتخبره عن الحفل الموسيقية المدرسية your name is Ayman اسمك Ayman and your email address وعنوان البريد بتاعك اسمه ayman at yahoo dot com your friend's address وعنوان البريد بتاع صديقك اسمه Hany18 at gmail dot com to بتكتب قدامها عنوان المرسل إليه له هany18 at gmail dot com from معناها من بتكتب عنوان الرأسل اللي هو ayman at yahoo dot com subjectه بتكتب اسم الموضوع اللي هو the school concert الحفلة الموسيقية المدرسية الأول إيميل بنقول له dear Hany عزيزي Hany I'm very pleased to write this email to you أنا سعيد جدا للي بكتب لك الإيميل ده my school is getting ready for the school concert المدرسة بتاعي بيكون مستعدة للحفلة الموسيقية المدرسية we are very busy احنا كلنا مشغولين we are cleaning off the music room احنا بنضاف حجرة الموسيقى we are playing the musical instrument to be ready احنا بنعزف على دوت الموسيقية عشان نكون مستعدين we like playing music احنا بنحب عزف الموسيقى my friend خالد like playing the violin صديقي خالد بيحب يعزف على آلة الكمان he is the soulist on it هو عزف منفرد على الكمان see you soon اراك قريبا love ayman write an email to your friend هتكتب ايميل الى صديقاتك telling her about your visit to the zoo هتخبري عن زيارتك لحديقة الحيوان your name is soha اسمك soha and your email address وعنوان البريد الالكتروني بتاعك soha 45 at yahoo dot com your friend's address is aya 25 at yahoo dot com وعنوان البريد الالكتروني بتاع صديقتك اسمه aya 25 at yahoo dot com to aya 25 at yahoo dot com from soha 45 at yahoo dot com subject visit to the zoo زيارة الى حديقة الحيوان دير آية عزتي آية I'm very pleased to write to you this email انا مصرور لانا بكتب لك الاميل ده I visited the zoo last week انا زرت حديقة الحيوان الاسبوع اللي فات I went with my parents انا رحت مع والدي I went there by taxi انا زهبت هناك بالتاكسي we had lunch there احنا تناولنا الغداء هناك the lunch was delicious الغداء كان لزيز I saw different animals انا شفت حيوانات مختلفة I like the lion the bear and the elephant انا حبيت الاسد والضب والفيل see you soon اراكي قريبا لافصوها what I could and couldn't do when I was little I could count to ten but I couldn't fly a kite لما كنت صغير كنت بقدر ان انا عد الحد عشرة ولكن ما كنتش بقدر اطير طيارة I could say the alphabet كنت بعرف اتهجأ الحروف الهجائية but I couldn't speak English ولكن ما كنتش بقدر ان انا اتكلم اللغة الانجليزية I could catch butterfly كنت بقدر ان انا امسك فراشة but I couldn't spell a word ولكن ما كنتش بعرف اتهجأ كلمة I could build enormous sandcastles كنت بقدر ان انا ابني كلها عرملية ضخمة but I couldn't build an orange ولكن ما كنتش بعرف اشر برتقالة I couldn't cut out a heart ما كنتش بعرف ان انا قص قلب I could ride a bike كنت بعرف اكون دراجة I was very happy كنت سايق جدا giant bandas my favorite animals is the panda حيوان المفضل بيكون البندا bandas eat bamboo everyday حيوان البندا بيأكل نبات الخيزران كل يوم they can walk and run on all four legs بيقدر انو يمشي ويجري على الاربع ارقل giant bandas live in the mountains of China كيوانات البندا بتعيش في قبال في الصين they don't hibernate in the winter ما بيبيتوش شتويا في الشتاء they have to eat 8 to 16 kilos of pampo everyday يأكلهم حوالي 8 إلى 16 كيلو من نبات الخيزران كل يوم they can climb trees and swim بيقدروا من نهم يتصلكوا الأشجار وبيعرفوا النهم يعومهم kinder carton activities my friends are in the kinder carton أصدقائي بيكونوا في الحضانة a girl is building a sand castle بنت بتبني قلعة رملية a boy is cutting out a hurt الولد بيقص قلب a girl is blowing a bubble بنت بتنفخ فقاقية another boy is catching a butterfly ولد آخر بيمسك بالفراشة a girl is throwing a pole بنت بترمي الكرة the other girl is spelling a word بنت أخرى بتتحقق كلمة kinder carton teacher مدرسة الحضانة my kinder carton teacher was very kind مدرسة الحضانة بتاعتي بيكون طيبة جدا she helped me a lot هي بتساعدني كتير I wanted to write the letter D انا كنت عايزة اكتب حرف D but I couldn't ولكن ما كنتش بعرف she helped me how to write it هي ساعدتني ازاي اقدر اكتبه I could write the letter انا قدرت ان انا اكتب الحرف I thanked my teacher very much انا شكرتها كتير جدا I was very happy انا كنت سعيد جدا a female pilot Miss Huda is a female pilot she can't fly the plane by herself Miss Huda D بيكون شغلنتها طيارة هي بتعرفش طيار الطيارة بنفسها she always has a co-pilot هي دايما بيكون معاها مساعد طيار she has an overseas flight once a month بكل داي رحلة قوية خارق البلاد مرة واحدة كل شهر she enjoys being a pilot هي بيكون مستمتعة بكوناها طيارة she travels a lot to different countries هي بتسافر الى كثير من مختلف الدول she likes her job very much هي بتحب وظيفاتها جدا programs on tv we like watching a lot of programs on tv احنا نحب نتفرج على كثير من البرامج على التلفزيون yesterday was a holiday امباح كان اجازة we watched a program about animals in africa اتفرجنا على برنامج بيتكلم على الحيوانات في افريكا we watched the gorillas شوفنا الغورلات the gorillas were really cool الغورلات كانت رائعة جدا tonight there is a good film الليلة يوجد فيلم جيد but my mom won't let me watch it because it's on a school night ولكن امي مش هتسمح لان اتفرج على التلفزيون النهاردة النهاردة بتكون ليلة المدرسة يعني بكرا عندي مدرسة musical instruments الادوات الموسيقية i like music انا بحب الموسيقى my favorite musical instrument is the violin الادوات الموسيقى المفضلة بالنسبة لي الكمان i like playing the violin practice it daily انا بحب اعظف على الات الكمان ومارسها يوميا practice makes perfect التدريب يؤدي الاتقان my sister liked the harp we practice together we practice together احنا بمارسها سوا spring performance last night we gave a spring performance ليلة امس باداء عرض الربيع it was a great show كان عرض عظيم the carriers sang a lot of songs الجموعة المغنيين غنوا اغاني كثيرة they sang well غنوا كويس and very loudly وكانت بصوت عالي ثم غنوا بصورة كويسة وبصوت عالي i was the solist ايا كانت عزفة منفردة we were happy كنا صعداء جدا we took a nice picture واخذنا صورة جميلة cities around the world or new york city سواء العنوان ذا او العنوان ذا المدن حول العالم او مدينة نيويورك over 30 million people visit new york city every year اكتر من 30 مليون شخص بيزورهم مدينة نيويورك كل سنة it is one of the most exciting cities in the world تعتبر واحدة من اكثر المدن الاصارة في العالم it has many restaurants shops and museums ويكون فيها الكثير من المطاعم والمحلات والمتاحف i visited the studio of liberty انا زرت تمثال الحرية i got tickets for a show at the broadway theater انا حصلت على تذكرة العرض في مسرح البرودوي we could have boots pass and walking towers كمنا بجوالات المشي والاطبيس والقارب i had a nice time there انا كان لدي وقت رائع جدا هناك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر الانسي قنقر ويفية؟ اشتركوا في القناة نحن جاء Bal tard نップح اشتركوا في القناة معدد أن ستسكت رائعجي